صباح الخير صباح من النور أتمنى أن تكونوا بأرسحة وسعادة حلقة اليوم سوف نرى معكم الخبز الذي وعدتكم به ناس المتبع الكيتو دايت الناس الذين لديها مرض سكري الله يشافيكم ويعافيكم بالنسبة للناس الذين تريد تتبعها نظام صحي هذا أكثر خبز و سهل مهل و سيصلح لكم البرجر و التغميس السندويتش أي حاجة يأتي صراحة جيدة و ستجربوا و ستشاهدوا و أهم حاجة أنه بمكونات بسيطة كان بعض الأنواع الخبز فيها مكونات صعيبة مثلا بحل مهم بزافة الأشياء التي لم تكن تلقوها عند البقالة فهذا سهل مهل بالنسبة للناس الذين اكتبت لي من أحطة البوست أن الوصفة لها كانت في الانستغرام كتبت لي لا احنا معنى انستغرام كناس الذين كتبوا لي خليك معنا في اليوتيوب بالنسبة للانستغرام سيكون فيه محتوى مختلف اليوتيوب تبارك الأهرة كتبت فيه وصفات كثيرة و سوف نضع فيه سيبقى الوصفات من الأول حتى الآخر انستغرام سيكون وصفات خفيفة ضريفة يومية سالات واجنات أطبق يومية بالنسبة للسطوري نحاول نضع لكم فيهم في ان تقدروا أي حاجة تسولوني عليها كيف تختاروا أي حاجة في الماكلة مفيدة ستتعلموا معي حقيقة زوينين مفيدين سنحاول نضع لكم يوميات في الأكل كيف تضعوا الطبلة أفكار الفطور المهم نحاول أنه يكون مفيد الأشياء التي يمكنك أن نضعها في اليوتيوب سنضعها في الانستغرام على المحتوى كيف سيكون سيكونوا بحل هكذا الفيديوهات فيهم دقيقة كيف أخبرت لكم الناس الذين يمشون معي في الصفحة هذه الصفحة سوف يكون مكتوب عليها أبيغ كباج المهم ستجدوا اللوغو هو هذا وفيها 36 ألف مشترك باقي لا يوجد الناس بثاف لأن صراحة أنا عمرني لا تدخل الانستغرام فلهذا عادي تدخل لي كنتمنى أنكم تشاركوا في الصفحة سوف يكونوا فيها حوجات زوينين بثاف كنواعدكم بهم باقي العطلة سوف أضع حاجات صورتهم قدامي وإن شاء الله سيكونوا فيها حوجات زوينين بثاف اللي سيعجبكم وأكيد سيكونوا مفيدين كما عودتكم دائما وبالنسبة للفيديو اللي ستشاهدون معي اليوم كذلك الخبز من الانستغرام طريقة الفيديو واحد أما من بعد إن شاء الله في الفيديوهات سيكونوا عاديين في اليوتيوب مصورين على العرض وأكيد سيكونوا فيهم تفسير هذا أخر سوف نعطيكم كيف سيكونوا الفيديوهات في الانستغرام أول حاجة نبدأ بها ثلاثة حبات من البيض ثلاثون جرام من الزبدة ملعقتين كبيرتين من الياغورت وقبصة من الملح عندكم ياغورت يوناني من الأحسن إذا ما توفر شغل ياغورت طبيعي بدون سكر تقدروا تستعملوه عادي سنضيف هناك لوز مطحون مع سبعة جرام أو تمانية جرام من الخميرة الخاصة بالحلويات اللي هي البيكين باودر نستعمل هناك لوز مطحون اللي يتبعه جاهز أو نستعملوه نطحنوه حتى بالقشر نشري اللوز ونطحنوه ونوزن منه تسعون جرام أهم حاجة أنه يكون مغربل ودروري منك نحطوه في هذا اللغامك يكونوا ملبسين بالورق ورق الزبدة اللي مدهون من قبل كنرش شوية من زنجلين وكندخلهم على فرن مسخن على مئة أو سبعون دراجة من الفوق ومن التحت مدهة 12 إلى 15 دقيقة كيخرجوا عنا بحالة شكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبة للقطر القالب ففيه 15 سنتيمتر وكيف ما كتشوفوا هده هم الفيديوهات اللي غادي يكونوا ما غا تكونش يوم الهضراء ولكن غا يكونوا بحال هكذا فهذه الصفحة ديالي غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف فادي نحط لكم كذلك الرابط في اول تعليق متبت وكنتمنى اشوفكم بخير وعلى خير في الحلقة المقبلة ان شاء الله اعطوني رأيكم في الفيديوهات اذا شفتوهم اذا دخلتو الانستغرام وشفتو الفيديوهات اكيد تعطوني رأيكم فيهم كيف اشجوكم شنو نحسنوا فيهم شنو تبغي وشنو تشوفوا معايا من بعد المهم اراءكم دائما تكون مهمة بالنسبة لي وكيف ما اخط لكم نشوفكم بخير وعلى خير في حلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة